السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الأعزاء متابعي قناة معرفة أوديو دعونا في البداية ندعوكم للاشتراك معنا في القناة والوعد أن نقدم لكم الأجمل والأفضل إن شاء الله الزنجبيل هذا الاسم المتداول في علاج كثير من الأمراض والمشاكل الصحية وتختلف طرق تحضيره من ثقافة إلى أخرى لكننا نؤكد لكم في هذا الفيديو أن طريقة تحضير الزنجبيل المثالية قد ذكرت في القرآن الكريم والله تعالى أعلى وأعلم المتأمل للآيات التي ذكر فيها الزنجبيل وما بعدها يلاحظ أنه قد ذكر كشراب وذكر بعد ماء العيون يقول تعالى وإذا ما أردنا أن نتوقف عند تفسير هذه الآيات التي استمعنا لها فقد قال العلماء المفسرون أن هناك عدة معاني لتفسير هذه الآية منها أن الكأس المقصود في الآية هو كأس من الخمر وخمر الآخرة لا يسكر وهو ممزوج مع الزنجبيل ومن هذه التفسيرات أن العين نفسها تسمى عين الزنجبيل أي أن الزنجبيل ممزوج مع ماء العين وهو ما فسره القرطبي وإذا ما دققنا في المعنى الأخير من التفسير أي أن الزنجبيل ممزوج مع ماء العيون فإن هذا يستوقفنا من ناحية طبية متعلقة بعلم تحضير الأعشاب بالاستخلاص المائي فنحن نعلم من خلال العيون المائية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض أن ماء العيون قد يكون إما باردا أو حارا فماء عين والحقيقة أننا إذا فكرنا بمسجد زنجبيل مع ماء بارد أو مع ماء حار ولكن لا يصل إلى الغليان فإن هذا يذكرنا بالطريقة المثالية العلمية لتحضير الأعشاب والتي تنهى عن غليها وإصال درجة حرارة الماء المنقوعة به إلى درجة حرارة عالية جدا لما لتلك الحرارة من تأثير سلبي على المركبات الفعالة في الماء والموجودة في تركيب الأعشاب أيضا وقد أكدت العديد من الدراسات أن المركبات الذواب في الماء الموجودة في الأعشاب لا تتحمل الحرارة العالية ومن هنا كان المسج بماء بارد أو ماء دافئ كمياه العيون يعتبر مثالا لاستخلاص المواد الفعالة الموجودة في العشبة والعشبة التي نتحدث عنها هنا الزنجبيل دون تخريبها أو تحطيمها أو تغيير تركيبتها ولذلك فإن الطريقة الأمثل لتحضير الزنجبيل بأن يتم أخذ ما يعادل ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر تفرم أو تبرش برشا ناعما ثم توضع في إناء ويضاف عليها لتر من الماء البارد ويغطى الإناء فورا وينقع هذا الخليط لمدة ما بين 12 إلى 24 ساعة ثم يشرب باردا بعد ذلك أو في درجة حرارة المكان في حالة الاستعجال لشرب الزنجبيل يمكن أخذ ما يعادل ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر تفرم أو تبرش برشا ناعما ثم توضع في تيرموس حافظ للحرارة ويضاف عليها لتر من الماء الساخن دون درجة الغليان ولا ننصح بتجاوز درجة الحرارة لخمسين درجة مئوية ويغطى التيرموس الحافظ للحرارة فورا وبعد نصف ساعة يشرب منها وينصح بشرب الزنجبيل مرة واحدة يوميا وعادة بعد تناول وجبة الغداء هذا في الوضع الطبيعي إلا أنه في حالة وجود التهاب معين أو أراد الإنسان أن يستخدم الزنجبيل كوسيلة علاجية وليس فقط مجرد للوقاية فيمكن أن يأخذ من مشروب الزنجبيل ما يعادل مئة ملي أو ما يعادل كوبا صغيرا من الشاي في كل أربع ساعات وعند عدم توفر الزنجبيل الأخضر يمكن استخدام الزنجبيل الجاف ولكن الجرعة المستخدمة في التحضير عادة من الزنجبيل الجاف هي ملعقة صغيرة منه في لتر من الماء وليس ملعقة كبيرة ويحضر مثل السابق ويفضل هنا طحن الزنجبيل الجاف قبل نقعه في الماء حتى يزيد مساحة سطح الذوبان مع الطحن ودعونا نشير هنا إلى ما أشارت إليه الدراسات أن معظم فوائد الزنجبيل موجودة في المواد الذواب في الدهون بداخله وليست المواد الذواب في الماء ولذلك يجب أن نكون حارصين في نظامنا الغذائي على استخلاص الزنجبيل بكامل العناصر وكافة مكوناته الذواب في الماء والذواب في الدهون دون استثناء وفي ختام هذا الفيديو ننصحكم بعدم الاكثار من الزنجبيل فيكفي كوب أو كوبان في اليوم ويفضل أن يكون بعد وجبة الغداء أو قبل المغرب كما أن الناس التي تتناول المميعات خصوصا تلك التي تعمل على الصفيحات الدموية يجب أخذ الزنجبيل بعد استشارة طبيبهم لوجود التأثير المميع للزنجبيل والمانع لالتصاق الصفيحات الدموية وكذلك لننصح من يتحسسون من الزنجبيل أن يتناولونه أيضا تطبيقا للقاعدة الإسلامية المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ماذا يحدث عندما تضغط زر اشترك هنا تضع أيدينا على بوابة النجاح لنكون من أفضل القنوات العربية بكم ومعكم تنتقل معنا إلى رحاب واسعة من المعلومات لتغوص في أعماق المعرفة ننقل لك بالصوت كل ما تريده عيناك نقدم لك كل مفيد وممتع وجميل معرفة أوديو نحلم أن نكبر معكم معرفة أوديو امتلك المعرفة امتلك المعرفة ترجمة نانسي قنقر